اشتركوا في القناة بدأ يأخذ اشكالا ظاهرها استهداف القوائد العسكرية سواء التابعة للقوات الاميركية وقوات التحالف او للفصائل العراقية الموالية لايران الا ان ما وراء هذه الاستهدافات المتكررة هي عملية تصفية حسابات العراقيون ضحيتها دائما واليوم اخذ التهديد منحا اخر عبر توجيه النظام الايراني رسائل مباشرة الى الولايات المتحدة بضرورة سحب قواتها من المنطقة بدءا بالعراق مؤكدا عبر قادة حرسه الثوري ان طهران ترصد جميع تحركات الوحدات الاميركية في بحر عمان والخليج العربي سبقها تأكيد النظام الايراني ان الانتقام لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني عبر توجيه ضربات صاروخية الى قاعدة عين الاسد جاء بطلب من الجماعات المسلحة العراقية والاقليمية لاتخاذ اجراء ضد الولايات المتحدة وليس بعيدا عن التوسع الايراني ورغبة نظامه بالسيطرة على اضخم منطقة تمر عبرها ثلثي صادرات نفط العالم كشف الحرس التوري عن البدء بتنفيذ مشروع للتوطين في جزر خالية من السكان ومتنازع عليها في مياه الخليج بناء على توجيهات المرشد الايراني علي خامنئي بتأهيلها نظرا لأهميتها الاستراتيجية في الدفاع عن ايران الامر الذي يضاعف المخاوف بشأن نوايا ايران في المنطقة اوراق تختلط وملفات تتشابك وسيناريوهات تتعقد مع استمرار الصراع الامريكي الايراني في المنطقة وانعكاسات سلبية ضخمة تلقي بظلالها على بلد انهكته الحروب وتوالت عليه الويلات والهجمات الارهابية فهل سنرى حلا قريبا يبعد شبح الحرب الوشيكة عن ارض العراق ام انه امر لا مفر منه